السلام عليكم طبعاً أنا سعيد جداً اللي أنا موجود في مؤتمر بحجم الصيور إيجيب وبشكر دكتور غدا الصغير والدكتور غدا الخطيب والدكتور خالد يوسف أساب زيته والتي تشير بيرسون أساب زيت الأفاضل وأتمنى النهاردة اللي أنا بخفيف عليكم في موضوع حي ومهم أنا هتكلم النهاردة جزء بعيدة عن الجوعات والكلام ده حتة مهمة قوي نحن نغفلها هي الضيابة السيديوكيشي التسقيف الطبي اللي بيبدأ من الدكتور وبعد كده بيتنقل المريض وفي الأول يبنى الموضوع سهل وبسيط لكنه موضوع فيه فكات كثيرة وفيه حاجات كثيرة مهمة نحن نعرف أن إنسولين يمكن أن نعطيه بطور متعددة يعني يمكن أن نعطيه IM ممكن أن نعطيه سابكوتينيوس IV حتى إنسولين في العهود السابقة لنا كانوا يضعوا الإنسولين إنترامسكول هذا الإنترامسكولر يمكن أن نعطيه رابد وليس بردكتابل ويجعل الجوليكوز مور برد فهوو جعلون لأسفر الإنترامسكولر أدخل السابكوتينيوس والسابكوتينيوس فات وراء الموضوع أكثر ويجعل الجوليكوز مور بردكتابل ويجعل الجوليكوز مور بردكتابل التكنيكيك الذي يحن منه نحن إنسولين يعد الطرق متعددة أيضا نحنه في سيرنج وأن نحنه في بين أو أندولين كاسيتر أو أيضا نحن بإنترامسكولر التكنيك نفسه. العيان التكنيك المفضل بالنسبة لنا مثل ما قلنا ساكوتينيس اندكشن ثوو فينجر بنشي. جلس البيشان تبقى فلده في سكين ما بين صابعه. تمام؟ وخصوصا في الأطفال الذين أقل من سن ست سنين وفي الأدلت الذين يقومون بتاعهم أقل من تسعة عشر عشان ينشور انه يحقن ساكوتينيس. ماشي؟ إنما مثلا لو فيه بيوبيرتال في ميل وتحقن في الصي. ليس محتاجة أنها ترفع السكين. لأن السكين نفسه من واحد وستة وانشرة 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 فهي ستحقن ساكوتينيس وليس ستحقن اي ام هنا. خد بالك أنك لازم تختار السينجة أو الألم المناسبة للشخص الذي يحمل. تمام؟ نحن نتكلم دلوقتي عن طور الحقن المختلفة. دلوقتي نتكلم عن السينج. السينج طبعا أنا ليس بفضل ناتي بقى واسية حق إلا إذا اضطلتني. لكي أتكلم بسرعة السينجات التي لدينا في مصر في الوقت هي ثلاثة أنواع. وهو 0.C و 0.5 أو 1 ميل. وهو 30 و 50 و 100. الأوبتيمال وهو 50. وهو في النص. الشرطة فيها بواحدة. 1 ميل و 1 يونيت. 0.C وهو 30 التي هي على الجنب اليمين. وهو ميزة كويسة. لأن ما بين شرطة و شرطتين يوجد نص شرطة. فهي فيها نص واحدة. ممكن تستخدمها في الأطفال الصغيرين. أنت محتاج تبدوهم بنص واحدة. الذي تعمل لها مشاكل التي هي على الشمال. وهو المية. ما بين شرطة و الثانية. ما بين 10 أو 20 أو 5 شهر. فالشرطة فيها بواحدة. فإذا لم تقل المريض. يا خباله. ممكن العيان يدعي نفسه دابل دوز. ويدخل في فيتروجينيك. يهمني أن تعرف عن السينج. ما هي سينج اليوز. لأن السينج. سينج. ويمكن يعمل ريبو ديستوفي. ويمكن يعمل بين. ثاني حاجة هي بيسون اليوز. يعني لا ينفع شرطة واحد و أخوه. أو واحد و وجدته. كما رأيت قبل ذلك. يستخدموا ذات السينج. لا يمكن أن يعرضهم لصورة أوف انفكشن. بعد ذلك. البيين. أنا أفضله عن السينج. لأشياء كثيرة. لأشياء كثيرة. كما ترى هناك. الأعيان يعرف أن يصبط عليه الجرعة. الأعيان حتى لو نزر وضعيك يجب الجرعة. ثاني حاجة ليس بيين. هناك يشترك البيين. مهمة في البيين أن تختار البيين. البيين والجاج. يعني طول السن المناسب. والصمك. الأطوال التي نستخدمها في هذه الوقت من 4 إلى 6 مل. كما كلنا نستخدم من 8 إلى 14. لكي نكون نحنة. في الوقت نحنة. في الأطفال ، ممكن استخدم سن 4 مل. بالعكس. لأن في الأطفال إذا استخدمت 5 مل. يمكن أن يكون هناك مل. يمكن أن يكون هناك مل. الرقم يتناسب عكسياً مع الصمك. يعني كلما كان الرقم أعلى. كلما كان السن أرفع. يعني رقم 30 أو 32 أرفع من رقم 27. فنحن لا نحب أن نستخدم السنون. لذلك يمكن أن يكون هناك مل. فنحن نستخدم على طول السمك 30 أو 32. أيضاً. 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 إذا أريد أن تستخدم أكثر من مرة. فنحن أقصى 5 مرات. مع كل مرة تستخدم السن. يجب أن تظهر إلى واحدة في الهواء. لكي تضمن أن هذا السن يكون. يجب أن تفعل الانسولين. لكي تمنع الإنسولين. وهذه هي أنواع الإعلام وأنواع السنون. لن نحن في معرض الحديث عنها. لكن أنا أهمني شيئاً. أنك بعد أن تفتح الخرطوشة. الألم خصوصاً لأول مرة. يجب أن تكون هناك فاطة صلاحية. فاطة صلاحية معظم الإعلام. 28 يوم. حتى التجير والترسيبة. 56 يوم. فاطة صلاحية السن. حوالي ثلاث شهور. لو محفوظة بضائجة حرارة كويسة في التلاج. شهر. برا التلاج. ومن الهيئة المتباس المغربة مختلفة إلى 24 يوم. يوجد أنواء الإعلام تأتي بالنص واحدة. حتى الموجد أبو الأول على مصر. مثل الوفو بني أكو. في هذا الفو بني أكو. يمكن أن يأتي بالنص واحدة. ألم فيهيهي أو الوفو بني. والألم والألم حقيقية. ويمكن أن يؤدي بالنص واحدة. منهم صغير. تحتى مستخفط من الأنسولين. هذا الانسوجت يصبح عن ألم. وهو الناس الذين لديها ندلفوبية تخاف من سن السن أو سن الآلم فأنت تضع الآلم داخل الجهاز نفسه وتستخدمه بالضغط مشكلة هذا الانسوجيت هو أنه مختلف من شخص الثاني ويقوم بإضافة الانسوجيت ويقوم بإضافة الانسوجيت لكي لا يستخدمه معه هذا الانسوجيت هذا الانسوجيت لا ينفذ انسولين وهي قطعة بلاستيكية تتاكب على السابكوتينيستيشو وفيها حطة مخرومة في النص أنا ممكن أن أدخل فيها القلم نفسه ولكن تخب بالك وأنت تستخدم هناك نوعين هناك ستة و هناك تسعة ويقوم بعمر الطفل ويقوم بعمر الطفل ويقوم بعمر الطفل عندما تحب أن تستخدم النوعين الذي هو القاعدي والسائع يجب على الأقل أن تفصل ما بينهم ساعة لكي لا يحصل الانترابشن للأبضورشن مع بعض تتضغير كل ثلاث أيام التكلفة حوالي ألفين جنيه الشهر طبعاً هذا أحدث شيء عندنا الانسوجيت ببعض 3.1.780. نفسه تدخل أستاذ الدكتور هنا قالت أنها صعبة أو مكلفة تكلفة دقيقة لها تلقتها حوالي 255 ألف والموضوع صعب التكلفة من الأمتصاص سيجد الأسوال ستدقى الأسوال المكالة بإمتصاص التالي تبعد بـ 70% و وشمال الصورة وهذا تستخدمه في الانسوجيت برفض العنجز التي يتيج يحصل الى 3 أو 4 صبع من القرى ومن الكهوة يمكن أن تستخدمه بالتأخذ الحاجات الأبطئة وممكن أن تستغلونه في حقن النسوين القاعدة. فالفاكتورة تأثير العمر. كلما كان الطفل صغير وصدر كثير من الاتفاقات، سيكون الأسرع أسرع. كلما كان الطفل لديه تكتلات في أماكن الحقن بسبب عدم تغيير مكان الحقن، كلما كان الأبزوري سيكون أقل، ستجد أن الطفل يدخل في الاتفاعات، وبعد ذلك الخفاضات بغير مبررة. عندما تحقن جرعة غير اعتهادية كبيرة، ستقعد معك فترة زمنية أطوى. عندما تحقن حواليين السرعة، أسرع ما تحقن في الصار، مثلاً. كما تحقن في البطنة، يحقن العينين في الاستريبال IM لكي يحتاج إلى السكر ينزل بسرعة، وهو يوجد فيه من العينين كثيراً، لا يوجد رفاهية أنه يحقن ساكوتينيس واستنى العين عندما سكره ينزل. كسارسايس، لا ينفع طفل روح رمال سراضة، يلعب قرد قدم برجله، ويأتي حقن الإنسولين، في الصار للفاسكولار تحديد، ويأتي تأثير في الصار، فأنت أبعد عن الطرف الذي تستخدمه في الإراضة، في الحقن، ضعجة الحرارة، في أيام الصيف، يجب أن العينين يزيد، فالعينين يدخلها على نفس الدورس فيبوغليتمي، في الشتة العكس، يجب أن تجد الفاسكولار، في العينين يقل، فالأمهات تشترك أن الجوعة يزيد، في وصول الشتة. الإنسولين، مثلاً، لأنه مكثف سابكوتينيس دبو، ويقعد 36 ساعة، غير الجلاجين العادي، الذي يمكن أن يكمل 24 ساعة في بعض الناس. الإنسولين مهمة أيضاً. الإنسولين مفروض تتحط في باب التلاجة، أو في الراف السوف اللي بعيد عن الفريزر، لأن الذي تتحطت جمدة بالخطأ، هي الإنسولين 3. تعرض الإنسولين لضوء الشمس المباشر، يؤدي إلى تلف الإنسولين. حتى لو أحد يستخدم حفظة الإنسولين، أو يستخدم إيس بوكس، لا ينفع أن يكون هناك ضيق تكونتك بين الإنسولين، وبين الحاجة والتلاج، لا يجب أن يكون هناك حاجة فاصلة وعزلة. يقول لك، حتى لو أنت تتنقل من الإنسولين في المطارات، من مكان لمكان آخر، لا ينفع أن تخزنه في المكان الذي تخزن في الشنط، لكي يتعرض لضائبات حرارة مختلفة، وضغط مختلفة ممكن أن يتلف، لا، أشيله معك، لكي لا يستخدم الإنسولين للثلاث. الأقلام بصفة عامة لا تتحط في التلاج، إلا إذا كانت ضائرات الحرارة مرتفعة، والبيت التهوية سيئة، يمكن أن تتحط في باب التلاج أو في الرف السفلي بدون السن. تطلحها قبل الاستخدام 10-15 دقيقة، لكي تأخذ ضائرات حرارة الغرفة العادية، لكي تقوم بإنجيكشن. خذ بالك، لو وجدت سن الألم، ينقط، ويكون هناك إنترابشن في الإنسولين، يمكن أن يكون هناك إنترابشن، ويتوجه فراءة الألم لفوق، وتخبط، وتطلع الهواء، وبعد ذلك، تنجيكشن الإنسولين من غير أن تكون خائف. الإنسولين، لا ينفع لكي تبقى فروزن، لو تجمد بالخطأ في الفريزر، تلف، تتعارض لدور الشمس المباشر، والعيانين الذين يأتي من أقصى الصعيد للقاهرة، وشايلونه في كيسة، لو تتعارض لدور الشمس المباشر، تلف، لو الإنسولين تغير في الملء المظهر، يعني أننا نعرف أن الريجولر رائع، لو لديناك لودي، لو لديناه فيه شوايب أو عوالق فيه، لو حقناه، وليس لديه مفعول، هذا ممكن أن يكون لها علامات تلف الإنسولين، تلف الإنسولين ليس معناه أنه يفعل تسامن، تلف الإنسولين ليس معناه أنه ينزل السكر، وهذا كلمة تلف الإنسولين، وهذا تلخيص الكلام الذي قلته، ونأخذ بنا، بعد أن نحن الإنسولين بالألم، أنا لا أصحاب بالسن بسرع، أعد 2 إلى 3 إلى 3 سنين هذه مئتنا goals التي تقلل من الوضع الريجولر مصرف و لأنه للنسول الريبو ديستوف. الـ Niddle من 4 إلى 6. ونفضل في الأطفال. سن 4، في الانتهاء القضل يا جماعة. اعني لو أحد قضلت معها في تحقيق 2 أسفات عالي وحقاً بسن 4، سيقوم بسنة قضيماً. أو سنة نفسها سيقوم بأسلاء ولا يخرج على الجرعة. أتعرف هذا العيان من الأن ؟ ستجد كل جسمه مزرق. كل جسمه مزرق. وعندما تسأله يقول لك فعلاً أنه لا أعرف أن أدخل السنة في مكان الحق. يعني حاجة من الأشياء التي نشاهدها بسبب تكرار الحقن في مكان الحقن الإنسلين. أرجوك لا تكتفي بالنظر، يجب أن تفعل بلبيشة، يجب أن تحس، وليس كذلك أيضاً. بعد أن تحس بأيدك، دعي العيان يفعل بلبيشة، يحس الإحساس الذي تحسينه، لكي بعد ذلك، عندما تقول للبنت، ستكسف منك أن تفحص نفسك قدام الميارة، وتفحص كل أماكن الحقن بأيدك، وتعرفها، وترفض بعضك بسرعة، وتضغطي، إذا وجدت المكان أخشاً ومرتفع عن الأمكان الذي حواليه، أعلمه بألم وصاصة. حالي اللايبو ديستيوفي هذا؟ أنني أبعد عن مكان الحقن في حقن حوالي صنطي. وعندما أحكم في مكان جديد، أقلل الجرعة حوالي 20% لكي أفوضي الهيبوغليسيميا التي يمكن أن تحصل، وممكن أن أستخدم الضغط على زود الفاسكوليتي، وأي أنتفايبوتيك إيجنت مثل المشروعين بالنسبة لي. فنأخذ بالنسبة هذا من هذه الحتة. هذا هو أنني أجمع الحتة للإنسلون تيتشنج كي لأبدو من البرفيرد سايتو في إنجيكشن لو أريد أن أصلح السكر بسرعة، أبعد عن مكان الحقن، وحتى في نفس الطرف، لا تحقن في نفس النقطة. كنا كنا في زمان في نقطة السكر يجلبوننا، كي يأتينا على قد إجراء العيانة أو قد بطل مخرامة. كنا نعلم العيان أن كل مرة كل حقنة في خرمه مختلفة عن الثاني، لكي لا يقرر الضغط على نفس النقطة. وخذ بالنسبة لك أن هناك شيء يسمى ليبو أتوفي، وأن الصبكوتين أصبح ديسابيري. المفروض أن هذا من الأنواع الجديدة اختفى، ولكن بدأنا مع استخدام مضخات الإنسلون والرابد أكتنجي نالوج، نرى من أول وجده. وإذا رأيت حتة مثل هذه، يبدأ لديناها في مكان تركيب المضخة، لا تنسى أن لا تكتفى بالنسبكشة بلبيت السكين سايد لليبو أتوفي وليبو ديستوفي، اتأكد أن الإنسلون ليس تالف، لأن الإنسلون التالف لا يفيدك بشكل شيء، حتى نسيتها فقط في الأول وفي الأخيرة، سأقولها التخلص من السرنجات، لذلك لا نأخذ بالنسبة لها. العيام يفعل ما في السرنجات التي كانت لديها؟ سؤال، العيام يفعل ما؟ الأوبتيمال أن يضعها في شارب كونتينر، طبعاً هذا ليس مستخدم في كل البيوت، لكي تبوز السرنجة ولا يستخدمها، يستخدم السرنجة بشيء اسمها كليبر، سرنج تليبر، ويجمعها في كياس سوداء مخصصة لهذا الهدف، ويتخلص منها، لأن أولاً لا يستخدمها، لا يضع الناس الذين يقلون الجارب من مكان آخر، ويحصل لهم انفكشن والكونتامين، أتمنى أن لا يكونوا طويلة.